ازايكم يا جماعة واهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة هنتكلم عن مميزات قوية جدا موجودة في الاي او اس 14 قبل ما علمتش عنها في المؤتمر طيب فيه ناس كتير ممكن تسأل انا عرفت المميزات دي منين؟ بكل بساطة موجودة على الويب سايت الرسمي بتاع شركة قبل المهم من غير كلام كتير؟ يلا بينا قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تنزل تشترك في القناة دلوقتي عشان يوصل لك جديد الفيديوهات اول ميزة وهي ميزة زكية جدا وهي ان الفويس اوفر بيقدر يقرأ دلوقتي الكلمات اللي موجودة على الصور طيب اه هو الفويس اوفر ده اصلا؟ بكل بساطة لو انت مسكت الايفون بتاعك وحددت اي تيكست بيزهر لك شوية اوبشنز من ضمن الاوبشنز دي حاجة اسمها اسبيك او تحدث لما تختارها بتلاقي شخص بيقرأ لك النص اللي انت حددته الموضوع ده دلوقتي كمان بقى شغال على النصوص اللي موجودة جوه الصور الميزة التانية انك دلوقتي تقدر تبرمج ظهر الموبايل فعليا وبلمسات بسيطة على ظهر الموبايل تقدر تعمل اوامر فعلية الايفون ينفذها يعني لو دخلت على امكانيات الوصول تقدر تبرمج فعليا ظهر الموبايل انه يعمل اوامر مختلفة يعني مثلا لو عملت تاب على ظهر الموبايل ممكن تخليه ينزل الكنترول سنتر ولو عملت داب ممكن يخليه ياخد سكرينشوت الحاجات دي اوامر انت اللي بتبرمجها فعليا والميزة كمان ان الحاجات دي بتشتغل معا الكفر عادي جدا الميزة التالتة انك دلوقتي تقدر تاخد صور من تطبيق الكاميرا اسرع بنسبة 90% لو انت بتاخد صور متتالية واسرع 25% لو انت بتاخد صورة واحدة كمان ميزة كويك تيك الموجودة في الايفون 11 والا عن طريقة هتقدر تلقى الفيديو سريع عن طريق الضغط المطول على زرار الكاميرا هتشتغل على الايفون XS والايفون XR كمان تطبيق الكاميرا في كل الموبايلات هتقدر تغير منه ريزولوشن الفيديو والفريم ريت بتاعه الميزة الرابعة وهي ميزة خاصة بالكيبورد لو انت بتستخدم اي تطبيق في النظام زي مثلا تطبيق الواتساب مثلا وكتبت اسم حد عندك في الكنتاكت على الجهاز هيظهر ليك رقم وتقدر تدوس على الرقم ده وتبعته للشخص اللي بتكلمه وده من غير ما تدخل التطبيق نفسه وتنسخه ودي حاجة كويسة جدا الميزة الخامسة وهي في تطبيق الصور تقدر دلوقتي تعمل فلتر واحد على كوليكشن كامل من الصور كان الاول لشان تختار فلتر على مجموعة من الصور لازم تدخل على صورة صورة وتختار الفلتر ولكن دلوقتي تقدر تعمل الفلتر على الكوليكشن كله كمان تقدر تبحث عن صورة بجملة مكتوبة جواها يعني مثلا لو انت مصور صورة موجود فيها كلمة محمد لو بحثت عن كلمة محمد هيظهر لك الصورة دي الميزة السادسة وهي ميزة مهمة جدا وهي انك دلوقتي تقدر تغير التطبيقات الافتراضية على الايفون يعني ايه؟ يعني ممكن تخلي المتصفح الرئيسي بتاع الايفون دلوقتي يكون جوجل كروم بدل من سفاري وتقدر كمان تخلي التطبيق الرئيسي بتاع الميوزك سبوتيفاي او انغامي بدل من قبل ميوزك والكلام ده بينطبق على كل التطبيقات الاساسية زي مثلا تطبيق الميل الميزة السابعة وهي موجودة في الفويس ميموز او في المذكرات الصوتية وهي باختصار هتقسم لك الحاجات اللي انت مسجلها لفلترات بشكل زكي جدا وده عشان تسهل عليك الوصول لها كمان ممكن تحدد مقطع صوتي انت مسجله وتعمله فيفوريت وده هسهل عليك الوصول لي واعتقد ان دي ميزة مهمة جدا للناس اللي بتسجل صوتيات بالايفون بتاعها الميزة التمنى وهي ميزة خاصة بالتقس وهي باختصار انك تقدر دلوقتي تعرف التقس دقيقة بدقيقة يعني لو الدنيا هتمطر هتقدر تعرف الدنيا هتمطر امتى بالزبط فأي دقيقة بالزبط ولكن للأسف الميزة دي مش شغالة غير في أمريكا بس الميزة التسعة وهي في الريمايندر وهي انك تقدر تعدل اكتر من تذكرة في نفس الوقت كمان الريمايندر هيديك اقتراحات ذكية بخصوص التنبيهات اللي انت بتكتبها زي المكان والساعة الميزة العشرة والأخيرة انه قابل بشكل ذاكي هتعمل استبلايزيشن او تثبيت للفيديوهات اللي انت بتعرضها او اللايف فوتوز على تطبيق الصور ودي حاجة قوية جدا ومش هيفهم الموضوع ده غير الناس اللي بتعمل المونتاج فعليا بس كده دول كانوا 10 مميزات موجودين في اي او اس 14 قبل ما اعلنتش عنهم في المؤتمر لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير كمان ما تنساش تقول لي ارائك في الفيديو في الكومنتات ولو عايزين جزء تاني يقولولي كمان في الكومنتات سلام